معايز روح معايز بقى للدور المصري وكان فيه مباراة مهمة جداً للأهلي والابتحاد زمالك وفيوتشر والزمالك بقاله كام مباراة كده بيأدي أداء مختلف تماماً عن أداء خلال الفترة اللي قبلها عايز عرف السبب في تحول أداء نادي الزمالك خلال الفترة دي طبعاً الإجابة هي أسوريو مدير فني الكولومبي الجديد واضح جداً أسوريو عنده أسلوب لعب وبدأ يحط بدأ يوقف الفريق كويس الفريق نادي الزمالك أجيق عندهم مشاكل كبيرة جداً الفريق يعاني 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 مع عندهش دك البودراء يعاني إنه معندهش نقدر نقول يعني نجوم تلاص يبني عليها مع دازيزو دازيزو هو الوحيد البارس في الفريق لكن بقي الفريق فيه خط روسط فيه مشاكل كبيرة جداً 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 نادي الزمالك نادي الزمالك طبعاً محتاج تدعيم خط روسط ده بشكل يعني فوري ما ينفعش سنة الجاية يلعب مفزم بالأسماء الموجودة حالياً مع كامل يحتمل لها طبعاً لكن بصراحة أسماء أقل بكتير 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 من فنالة نادي الزمالك لكن المدير الفني موقفهم كويس بيلعب بتاكتك يناسب إمكانياته مش بخليهم يعملوا تسقاط صعبة بيلعب على قد المستوى اللي قدامي بنحضر الكرة نروح للطرف ونرمي الكروسات ناخد كرات ثابتة ونعتمد عليها وبس خلاص مش مطلوب منكم أي حاجة تاني وما تعملوش أي حاجة تاني عشان ما نغلطش فبيحاول يقلل نسبة الأخطاء في الفريق لأن دي الإمكانيات بتاعه وبالتاني دي زمالك ماشي بشكل كويس وإيه دي أنه يحقق نتائج إيجابية في الدور التاني وفي الفترة اللي جيه فيها أصولي أفضل بكتير من الفترة الأولى بس خلاص فريق خلاص أعتقد هو عرف أنه يعني مساحة متاحة له ماكسيمم المركز التالت طبعا وده نتيجة النقاط المهضرة اللي حصلت في الدور الأولى ترجمة نانسي قنقر